مساء الخير معالي الوزير الأخ والصديق الأستاذ عمر شرفنا اليوم بوجودنا في هذا المهرجان وفي هذا أو في هذه المعارض اللي وجدنا فلسطين حاضرة فيها جميعا منذ بدءا بالشعار اللي بيحكي عن العالم على مين وهذا الاقتران ما بين العلم الفلسطيني والعلم المصري وهذا له دلالة رمزية عميقة جدا ومهمة جدا بأن هذه العلاقة التاريخية تجسد اليوم حتى في هذا المهرجان وفي كل النشاطات الأخرى وهذا حقيقة ليس غريب على مصر ولا غريب على الدور الذي تكون به الدولة المصرية ولا الشعب المصري أن يتم تخصيص فقرات لفلسطين سواء بالتراث أو بالثقافة أو بالفن معظم الجولة حقيقة اللي قمنا فيها شاهدنا فلسطين كما قلت في كل التفاصيل وبالتالي هذا تعبير حقيقي عن هذه المكانة لفلسطين وللقضية الفلسطينية في قلوب في قلوب الأشقاء في مصر وأيضا هذا ليس بالجديد على الأشقاء في مصر أن يتم تخصيص جزء مهم من ريع هذا المهرجان لإغاثة الأهل في قطاع غزة أيضا هذه لفتة كريمة أخي عمر ومعالي الوزير من الأشقاء في مصر لتضاف إلى كل ما قدمت مصر حقيقة دعما للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية شكرا